موسيقى تعرض المنتخب اليمني للشباب لكرة السلة للخسارة في مباراة الأولى في بطولة غرب أسيا للمنتخبات تحت 18 سنة والتي تحتضن منافساتها على عاصمة العراقية بغداد خلال فترة من 11 إلى 15 من يولي الجاري بمشاركة 6 منتخبات موزعة على مجموعتين وخض المنتخب الشاب اليمني مباراة الأولى أمام المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور وانتهت بفوز الأخير بنتجة 71 مقابل 45 منتخبنا للشباب الذي من خلال مشاركته في البطولة أعاد كرة السلة اليمنية للتواجد الإقليمي بعد غياب عشر سنوات عن التواجد الخارجي انتزع الأهل المصري فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه بيريميدز بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابع عشر للدول المصري ممتز لكرة القدم وافتتح المهاجم وسام أبو علي باب التسجيل الأهلي في دقيقة السبع عشر وأدرك الكنغولي فاستون ميلي التعادل لبيريميدز بحلول الدقيقة الخامسة والعشرين ثم أحرز أحمد سامي هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية والخمسون وفي شوط الثاني سجل الأهل هدف التعادل في الدقيقة الثانية والستون من ركلات الجزاء نفذها وسام أبو علي ثم خطف البديل محمد مجدي أفشة هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة وبهذا يرتفع رصيد الأهلي إلى ستين نقطة وبقى في مركز الوصافة ولكنه قلص الفرق بينه وبين بيريميدز المتصدر إلى ثماني نقاط أعلنت هيئة الترفيه السعودية توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإقامة كأس السوبر القارية بين العملاقين المصريين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية وقال تركيا للشيخ رئيس الهيئة أن المباراة ستقام على هامش موسم الرياض مضيفا أن الاتحاد الأفريقي سيعلن مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب قال غيريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب الإنجليزي أن فريقه الحالي مختلف تماما عن الفريق الذي خسر النهاية نسخة 2020 بكأس أمم أوروبا لكرة القدم مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتواجد فريقه في نهاء البطولة مجددا ونجح المنتخب الإنجليزي في تامين صعوده المباراة النهائية بفوز على هولندا بهدف الهدف في الدور قبل النهائي حيث سيواجه أسبانيا في نهاء البطولة في برلين غادا الأحد عقب فشالهما في التأهل المباراة النهائية ببطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا 20-24 يتطلع منتخب كندا وأرقواي لمدوات جراحهما في المسابقة القارية ويلتقي منتخب أرقواي مع نظيره الكندي اليوم على ملعب بانك أوف أمريكا بولاية نورث كارولينا في مباراة تحديد صحبي المركزين الثالث والرابع اشتركوا في القناة